يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة التاسعة والثمانون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهب رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعت فيه إن كنت راغبا في إمامك الخاتمة إنها خاتمة برنامجنا هذا خاتمة بانوراما الظهور المهدوي وهي تجتمل على عدة أجزاء وهذا هو الجزء الرابع عنوان حلقتنا لهذا اليوم وللحديث شجون هكذا تقول العرب وشجون الحديث أغصانه وللحديث شجون وللحديث أغصان هذه الحلقة تجتمل على أغصان ترتبط بشؤون ثقافة العترة الطاهرة بنحو مباشر وبنحو غير مباشر الغصن الأول ما هي مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه هناك مشكلة موجودة هذه المشكلة مشكلة مستعصية لا يعني أنها لا تحل إلا أن الشيعية مع الواقع المحيط به يجعلاني من المشكلة مشكلة مستعصية المشكلة 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 الحقيقية من الآخر في علاقة الشيعي بإمام زمانه إنها مشكلة العقيدة السليمة الشيعة يعانون من خلل في عقائدهم وسبب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من الآخر من الآخر السبب هو المذهب الطوسي اللعين هذه مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه مشكلته في عقيدته عقيدته ليست سليمة إنني أتحدث عن الواقع الشيعي العام إنهم الذين يقولون نحن شيعة الحجة بن الحسن مشكلتهم في عقيدتهم لأنهم يأخذون العقيدة من مراجع النجف وكربلاء وهؤلاء على المذهب الطوسي وعقيدة المذهب الطوسي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد إنها جماع بين الضلالات والجهالات والإفتراءات كحال الذين حدثتكم عنهم الأشخاص الذين حدثتكم عنهم في الحلقات الماضية أنتم بأنفسكم أدركتم من أنهم يعلمونكم ضلالات وجهالات وأكاذيب وافتراءات وكل ذلك كان بالوثائق والحقائق والدقائق لم يكن افتراء عليهم ولم يكن ظلما له إنها الحقائق بما هي لو سألتموني أين نجد العقيدة السليمة أقول لكم لقد وضعتها لكم في مجموعة حلقات اعرف إمامك من برنامج الخاتمة أتحدث عن خاتمة ملف الكتاب والعترة في برنامج الخاتمة مجموعة حلقات أعرف إمامك تلك هي العقيدة السليمة جمعتها لكم من أصف العيون ومن أنقى المنابع ووضعتها لكم بحسب موازين قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وأحاديثهم المفهمة بتفهيمهم الأمر راجع إليكم إذا كنتم تبحثون عن العقيدة السليمة فاذهبوا وتحققوا بأنفسكم من ذلك هناك دوامتان دوامتان الشيعي يدور في هاتين الدوامتين وهاتان الدوامتان تشكلان عائقا كبيرا للوصول إلى العقيدة السليمة لأن العقيدة السليمة تحتاج حرية أتحدث عن الحرية الداخلية للإنسان تحتاج حرية للفكر تحتاج أن الإنسان يحترم عقله ولا يبالي بالآخرين مهما قالوا على أي حال هناك دوامتان دوامتان الدوامة الأولى إنا وجدنا آباءنا على دين على عقيدة على أعراف على آداب على ثقافة ونحن نتمسك بها ولا نريد أن نتخلى عن تلك العقيدة الآبائية وعن تلك الثقافة الأجدادية هذا ما ورثناه عن أجدادنا وآبائنا إنها وراثة الضلال إنها وراثة السفاهة إنها وراثة الجهالة أهباؤنا وأجدادنا كانوا حميرا عند المراجع الطوسيين ونحن ورثنا الاستحمار منهم وهذه حقيقة حقيقة يكذبون علينا يضحكون علينا ونحن نصدقهم ونتبعهم ونقدسهم ونرى أنهم أعلموا الناس وهم بغالهم وهم أباعر لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة وقد عردت بين أيديكم في مجموعة حلقات حوزة الحمير عردت الكثير من الحقائق الواضحة هذه الدوامة الأولى ولا أريد أن أقف عندها طويلا إنما سأقف عند الدوامة الثانية لأنها هي الأخطر إذن مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه تتلخص في هذه النقطة في العقيدة السليمة فالشيعة ما هم على عقيدة سليمة الشيعة في دوامتين في دوامة ما وجدوا عليه آباءهم الدوامة الثانية هي دوامة الرئاسة لأن الشيعية إما أن يكون مهووسا بطلب الرئاسة مهووسا بالرئاسة قطعا الرئاسة الدينية أخطر من الرئاسة الدنيوية وهي أوسخ بكثير وأقذر وأنجس من الرئاسة الدنيوية وهناك من يريد أن يجمع بين الإثنتين بين الرئاستين بين رئاسة الدين ورئاسة الدنيا فالشيعي إما أن يكون مهووسا بطلب الرئاسة وإما أن يكون مهووسا بتخديس الرئاسة فإما أن يكون طالبا للرئاسة وإما أن يكون مرؤوسا مهووسا بعبادة الرئاسة وهذه الدوامة هي التي تحول فيما بين الشيعي وبين إدراك الحقائق أخطر شيء على دين الإنسان هذه الدوامة إنها دوامة الرئاسة فطالب الرئاسة هالك هالك لا مجال للنقاش في هذا الموضوع هالك هالك وطالب الرئاسة الدينية هو أكثر هلاكا من طالب الرئاسة الدنيوية وهذا يجر معه في ذيل نعاله يجر معه أولئك الذين يقدسونه ويقدسون رئاسته ويصنعون منه عجلا يعبدونه إذا ما سقط الشيعي وتهاوى في هذه الدوامة فليس له من نجاة وليس له من خلاص يا أيها الشيعي مشكلتك في علاقتك مع إمام زمانك في العقيدة السليمة إذا كنت تدور في هاتين الدوامتين فلن تصل إليها عليك أن تخرج نفسك من هاتين الدوامتين من دوامة تقليد الآباء والأجداد في الدين والعقيدة ومن دوامة الرئاسة إذا كنت طالبا للرئاسة فحاول أن تنظف نفسك من هذا الموضوع وإن لم تكن طالبا للرئاسة وكنت في المرؤوسين كنت تقدس الرؤساء خلص نفسك من هذه القذارة التي لا تنتفع منها شيئا الذي يطلب الرئاسة ربما ينتفع شيئا دنيويا وكثيرون يطلبون الرئاسة ولا يحصلونها وإنما يحصلون أضرار طلب الرئاسة الكتاب الذي بين يدي الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ثلاثمية وثلاثة عشر باب طلب الرئاسة سأقرأ بعضا من الأحاديث الحديث الأول بسنده عن معمر بن خلات عن أبو الحسني عن موسى بن جعفر صلوات الله عليه أنه ذكر رجلا فقال إنه يحب الرئاسة فقال ما ذئباني ضاريان في غنم الذئب الضاري هو الذئب المتوحش المفترس الجائع ما ذئباني ضارياني في غنم قد تفرق رعاؤها ليس فيها من راع قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة والله ما وجدت في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها من خطر بعد عداوة أهل البيت ما وجدت في أحاديثهم من خطر كخطر الرئاسة بعد عداوة أهل البيت الخطر الأول عداوة أهل البيت والخطر الثاني الرئاسة الرئاسة مهلكة محرقة للدين إنها تدمر تدمر منافذ المعرفة عند الإنسان قد يحصل الإنسان على المعلومات لكنها لن تصل إلى مستوى المعرفة لأن المعرفة شيء ولأن العلم شيء آخر والذي ينفع الإنسان في دينه ما هو في مستوى المعرفة وليس ما هو في مستوى العلم ما ذئبان ضارياني في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه قاعدة لا تختلف لا تتخلف ولا تتخلف إذا كان هناك من قول من أنه ما من قاعدة إلا ولها شواذ ما من قاعدة إلا ولها استثناءات فهذه القاعدة ليس فيها من شواذ وليس لها استثناءات هذه القاعدة تتطبق وتصدق في جميع الأحوال في جميع الأزمنة والأمكنة والأشخاص هذه القاعدة من طلب الرئاسة هلك هلك من طلب الرئاسة هلك هذا لا يعني أنه لا يكون هناك رؤساء لكن لا بد أن تكون الرئاسة من منافذها الصحيح وأنا لا أريد أن أخوض في الحديث عن كل صغيرة وكبيرة كلامي في الغصن الأول عن مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه وشخصت هذا إنها العقيدة السليمة وما دام الشيعي في هاتين الدوامتين في دوامة التمسك بتقاليد الآباء والأجداد وما دام واقعا في هاوية دوامة الرئاسة أكان طالبا للرئاسة أم كان مصنما للرؤساء لن يصل إلى العقيدة السليمة من طلب الرئاسة هلك هذا كلام لا نقاش فيه والرئاسة بالدرجة الأولى التي يتحدث عنها إمامنا الصادق الرئاسة الدينية الرئاسة الدينية الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن مسكان قال سمعت الصادقة صلوات الله عليه يقول إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك فوالله فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك قطعا كل مجموعة إذا ما سمعت هذا الكلام ستخرج نفسها لأنها تتبع رئيسا لا ينطبق عليه هذا الحديث هذا الكلام ينطبق على كل أصحاب العمائم على أصحاب العمائم الكبيرة والصغيرة هذه العمامة العباسية الإبليسية البترية التي توضع على الرؤوس فيها فيروس الرئاسة ما إن يضعها المعمم على رأسه إلا ويصاب بفيروس الرئاسة حتى وإن كان لا يظهر ذلك إنه يبحث عن الرئاسة التي هو يريدها إنه يريد رئاسة على حسينية صغيرة إذا كانت همته محدودة إنه يريد رئاسة على مؤسسة دينية معينة إنه يريد رئاسة على حزب ديني سياسي إنه وإنه حتى نصل إلى المرجع الأعلى إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله الإمام هو الذي يقول فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك وهذا هو الذي نشاهده بأم أعيننا الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ملعون من ترأس ملعون هذا ينطبق على جميع المحممين من دون استثناء ملعون ملعون من ترأس ملعون من هم بها من ترأس من باشر الرئاسة لكن الإمام يقول أيضا ملعون من هم بها من بدأ يشتغل لأجلها ثم ماذا يقول ملعون من حدث بها نفسه من حدث بها نفسه إنه مجرد حديث نفس ومع ذلك فإن الإمام يلعنه لماذا كي يبين لنا خطورة هذا المراض الشيعة دمرت بسبب هذه الدوامة فالشيعة إما أن يكون الشيعي طالبا للرئاسة هذا الذي يريد أن يترأس على هيئة حسينية مطامع الناس تختلف بحسبهم ومطامحهم تختلف هناك من غاية طموحه أن يكون مسؤولا على قدور الطبخ في حسينية صغيرة ربما لا يوجد فيها لا يوجد فيها أكثر من ثلاثة قدور يريد أن يترأس على هذه القدور وهناك من يريد أن يكون زعيما أوحدا على كؤوس الشاي يريد يصير رئيس وزعيم على القور والكيتلي والاستكانات ما هي الزعامة تختلف باختلاف همم الناس ملعون من ترأس مشكلة الحسينيات أين في هذه القضية مشكلة الأحزاب الشيعية أين في هذه القضية مشكلة المرجعية أين في هذه القضية مشكلة المعممين في أية مؤسسة دينية في أي مسجد في أية حسينية ما هي في هذه القضية مشكلة المعممين في قرية واحدة أو في مدينة واحدة أو في جهة واحدة من الأرض هي هذه هي هذه والناس يصطفون خلف هذا ويصطفون خلف ذاك ويضيعون في هذه الدوهمة ويذهبون بعيدا بعيدا عن إمام زمانهم ملعون ملعون من ترأس ملعون من هم بها من هم بالرئاسة وبدأ يعمل لأجلها ملعون ملعون من حدث بها نفسه الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول أترى لا أعرف خياركم من شراركم ماذا تعتقدون إنني أعرف خياركم وأعرف شراركم أترى أترى يا أيها الشيعي أترى لا أعرف خياركم من شراركم بل لا والله وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه أن يوطأ عقبه ما تقدم الكلام قبل قليل عنه فوالله ما خفقت النعال الذين يخفق النعال خلفه فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي والمصاديق مرت علينا المصاديق مرت علينا يكذبون يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله وآل رسول الله كي يترأسوا عليكم وأنتم يا شيعة بين حالتين إما أن تكونوا طلابا للرئاسة وإما أن تكونوا مرؤوسين تصنمون رؤساءكم وهذه دوامة تعول فيما بينكم وبين معرفة العقيدة السليمة لأنكم ستأخذون عقيدتكم من هؤلاء الرؤساء وستجعلون دينكم رهينة بسبب ولائكم لهؤلاء الرؤساء أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا فمشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه في العقيدة السليمة والذي يحول فيما بين الشيعي والوصول إلى العقيدة السليمة أنه يخوض في دوامتين إحداهما ترتبط بالأخرى الدوامة الأولى الثبات على دين الآباء والأجداد وجزء من هذا الثبات أننا نقع في دوامة ثانية وهي الدوامة الأخطر والأقدر دوامة الرئاسة فإما أن نكون من طلابها وإما أن نكون من المرؤوسين الذين يصنمون رؤساءه إذا كان الشيعي محبوسا في هاتين الدوامتين مستحيل 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 أن يصل إلى العقيدة السليمة لأن العقيدة السليمة تحتاج إنسانا حرا الحسين رفع هذا الشعار في كربلاء ألا حر ألا حر ألا حر إنه سيد الأحرار ألا حر ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها إنه يتحدث عن الدنيا وشؤونها وأول نقطة في شؤون الدنيا الرئاسة ألا حر ألا حر ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها اللماضة بقايا الطعام بين الأسنان وبقايا الطعام بين الأسنان إذا ما تركت فإنها ستتعفن وتكون رائحتها أخبثة وأقبحة من رائحة الغاءط هذه هي اللماضة التي يسعى الجميع إليها ما بين رئيس ومرؤوس الرئيس هو الذي ينتفع منها وأما المرؤوس فإنه يأتي في ذيول حواش أحذية الرؤساء الخطر الخطر في الرئاسة الدينية والخطر بالنسبة للمرؤوسين حينما يكونون مرؤوسين في أجواء الرئاسة الدينية لأن الرئاسة الدينية نجاسة نجاسة بتمام معنى الكلمة معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثانية والسبعين بعد المائتين الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إياك والرئاسة الإمام يقول لأبي حمزة وهذا القول ليس مختصا بأبي حمزة هذا القول لي ولكم لنا جميعا إياك والرئاسة إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال إياك أن تكون مرؤوسا تصنم الرئاسة ويحول هذا فيما بينك وبين العقيدة السليمة إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال فقلت جعلت في ذاك أما الرئاسة فقد عرفتها أنني أطلبها أطلب الرئاسة فقد عرفتها فأنت تنهاني عن ذلك وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال فأكثر فأكثر الذي عندي من ديني ومن علمي أخذته من خلالي أنني تعلمت من هؤلاء وحينما أتعلم منهم فلابد أن أطأ أعقابهم فقال إمامنا صادق ليس حيث تذهب أنا لا أقول لك عليك أن تترك طلب العلم ومعرفة الدين من خلال المختصين بهذا الأمر وشيء طبيعي لابد أن تطع أعقابهم لأنك تتعلم منهم ليس حيث تذهب أنا لا أتحدث عن هذا إياك 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 أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال ولذلك دائما أقول لكم وأنا أقولها ليست للمجاملة وليست للإعلام وليست للاستهلاك المؤقت والله هذه حقيقة أحملها في داخلي دائما أقول لكم إنني لا أدعوكم أن تتبعوني ولا أدعوكم أن تصدقوني وإنما أدعوكم أن تحترموا عقولكم وأن تنظروا في الذي أنقله إليكم وأن تصلوا إلى النتيجة بأنفسكم لا علاقة لكم بي أكنت صالحا أم كنت طالحا هذا لا يؤثر عليكم لا ينفعكم ولا يضركم الذي ينفعكم والذي يضركم ما تسمعونه مني فعليكم أن تدقق النظر فيه أما أنا فلا علاقة لي بكم وأنا هنا أضرب مثالا أنا لا أريد أن أحدثكم عن نفسي إنما أضرب لكم مثالا إياك والرئاسة يا أبا حمزة إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال فقلت جعلت في ذاك أما الرئاسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثة ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال فقال ليس حيث تذهب إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال في المضمون نفسه وفي المصدر نفسه وبسند الصدوق عن سفيان سفيان بن خالد قال قال أبو عبد الله أصادق صلوات الله عليه يا سفيان يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك هذه القاعدة ليس فيها استثناء فما طلبها أحد إلا هلك يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك فقلت له جعلت في ذاك قد هلكنا إذ ليس أحد مننا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه فقال ليس حيث تذهب إليه إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله هذا هو الذي قصدته من الرئاسة أن يكون الشعي طالبا لها أو أن يكون مرؤوسا مرؤوسا يصنم الرؤساء يلتصق بهم ويأخذ دينه منهم ويدعو الناس إليهم هذه الدوامة هي أخطر دوامة على الشعي وإذا وقع الشعي فيها وما خرج منها فمصيره إلى البوار مصيره إلى الهلاك نذهب إلى فاصل غيبة الطوسي إنه محمد ابن الحسن الطوسي إمام المذهب الطوسي الذي أسسه سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة عبر حوزة النجف الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في صفحة الثامنة والأربعين بعد المائتين ينقل الطوسي كلاما عن الش المغاني الذي كان من كبار مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى وكانت الشيعة تعمل برسالته العملية إنه كتاب التكليف بأمر من السفراء الخاصين وبعد ذلك ضل هذا الرجل وضلاله بسبب الرئاسة لأنه طلب الرئاسة الدينية طلب الرئاسة الدينية من غير أبوابها الصحيحة هو يقول الش المغاني يقول لقد كنا نتهارش على هذا الأمر يتحدث عن مراجع الشيعة عن علماء الشيعة زمان الغيبة الأولى لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيث هذا هذا هو كتاب الطوس وهو الذي ينقل هذا الكلام ينقله عن الش المغاني الذي لعنه إمام زماننا بعد ذلك فهو يسجل هذه الحقيقة وهذه حقيقة هذه حقيقة في أوساط مراجع الشيعة منذ أن كانوا وإلى هذه اللحظة يتهارشون كالكلاب على المرجعية كالكلاب وبطريقة هي أسوأ أسوأ من تهارش الكلاب هذا أحدهم ومن كبار المراجع لقد كنا نتهارش على هذا الأمر على الرئاسة الدينية كما تتهارش الكلاب على الجيث فهنيئا فهنيئا للشيعة بكلابهم وبجيث كلابهم عقائدكم تصل إليكم من خلال هذه الجيث التي يتهارشون عليها تهارش الكلاب هذا المضمون تلخصه كلمة كلمة لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أقتطفها من حديث طويل إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه طبعة منشورات ذوي القربة إنها طبعة الأولى قموا المقدسة هذا الحديث يبدأ في الصفحة الرابعة والثلاثين إنه الحديث السابع والعشرون أقرأ بعض كلماته التي ترتبط بما أتحدث عنه إمامنا السجاد يقول فإن في الناس فإن في الناس يتحدث عن الشيعة ويتحدث عن رجال الدين الرواية كلها حول رجال الدين حول أصحاب العمائم فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا هؤلاء الذين يظهرون التزهد من أنهم زهاد في ملبسهم في مطعمهم في مشربهم في مسكنهم في منامهم ليس لله وإنما لأجل أن يذيع صيتهم وبعد ذلك يصلون إلى الرئاسة الدينية ألا لعنة الله عليهم هكذا ضللونا هكذا ضحكوا علينا منذ أيام الطوسي المشؤوم وإلى هذه اللحظة هكذا يضحكون علينا فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة إنها الرئاسة الدينية الباطلة إنها باطلة لأنها لا تأخذ شرعيتها من دين العترة الطاهرة وإنما تأخذ شرعيتها من المذهب الطوسي اللعين فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع لا يتنعم بالأموال ولا بشؤون الدنيا وإنما يظهر الزهد والتزهد فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة وهذا الصنف من الناس وهم المراجع الكبار مراجع الشيعة الكبار هذا هو حاله هؤلاء تتحول الرئاسة عندهم إلى رب ونبي وإمام ودين وتشريع فلا علاقة لهم لا بالله ولا برسوله ولا بآل رسوله ولا بالدين أصلا يظهرون للناس هذا ولكنهم في الكواليس يعبدون الشيطان ويسجدون للشيطان لأجل أن يحافظوا على رئاستهم يعملون كل شيء لا يوجد هناك من شيء ممنوع أو محرم إذا كان يوصل إلى الرئاسة أو إذا كان يحافظ على الرئاسة إذا كانوا قد وصلوا إليها أو إذا كان يكون سببا لتوريث الرئاسة إلى أولادهم وأحفادهم هذا هو واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ أن أسسها الطوسي اللحين حيث انتقلت المرجعية منه إلى ولده ذلك الغبي ذلك الأثول ذلك الشيطان ذلك الحمار وبقى مرجعا لشيعة ما يقرب من ستين عاما ومن بعده انتقلت المرجعية لولده لولد هذا الحمار لحفيد الطوسي ومن بعده انتقلت المرجعية لسبط الطوسي لحفيده من بنته التي زوجها حينما وصل إلى النجف زوجها من المشرف على الحضرة العلوية البويهيون هم الذين نصبوا فزوج الطوسي ابنته من ذلك الرجل فسبطه حفيده من بنته هذا صار مرجعا لشيعة بعد موتي حفيده من ابنه الجاهل الحمار الذي صار مرجعا لشيعة لمدة ستين عاما ما يقرب من ستين عاما فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة لأن الرئاسة أصبحت ربا له ونبيا وإماما ودينا وتشريعا وهو لا يعرف شيئا غير الوصول إلى الرئاسة وغير التمسك بها وغير المحافظة عليها وغير الانتفاع منها إلى أبعد الحدود وغير توريثها لأولاده وأحفاده من بعده ونحن شاهدنا هذا مات الحكيم وانتقلت الأموال وراثة إلى أولاده مات الخوء وانتقلت الأموال وراثة إلى أولاده وسيموت السستاني والأمر هو هو والحكاية هي والجميع هكذا الجميع هكذا الذين يرتبطون بهذه الأجواء مستحيل مستحيل أن يدرك العقيدة السليمة هذه مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه مشكلة الشيعي في إدراك العقيدة السليمة وما دام يتخبط ويدور في هاتين الدوامتين في دوامة دين الآباء والأجداد وتقاليدهم وثقافتهم وفي دوامة الرئاسة أكان مهووسا بطلبها أم كان مهووسا بتصنيم الرؤساء هذه حكايتنا من الأول إلى الآخر نذهب إلى فاصل مثل ما قلت لكم هذه الحلقة حلقة أغصان من أغصان الحديث الغصن الثاني أحدثكم عن الدول المهتمة بموضوع إمام زماننا أتحدث عن الدول في زماننا سأذكر الدول التي هي على رأس القائمة ربما في وقت آخر أدخل في التفاصيل لكنني سأجمل الكلام لأن الحلقة تشتمل على عديد من الأغصان على رأس القائمة إنها قائمة الدول المهتمة بأمر إمام زماننا أكان اهتماما إيجابيا أم كان اهتماما سلبيا إيران إيران هي أول الدول وأكثر الدول اهتماما بهذا الموضوع أنا لا أحدثكم عن تحليل إنني أحدثكم عن معلومات وعن متابعة وتدقيق وتحقيق فإيران من أكثر الدول اهتماما اهتماما إيجابيا بأمر إمام زماننا وهذا الاهتمام مطروح على مستويات مختلفة ولا أريد أن أخوض في التفاصيل لأنني لا أمتلك أدلة حسية كي أضعها بين أيديكم لكنني أمتلك معلومات دقيقة ولذا فإن حديثي حديث إجمالي هذه الدولة الأولى إيران الدولة الثانية إسرائيل فإنها تهتم لأمر إمام زماننا على مستوى المؤسسة الدينية فيها وعلى مستوى المجموعات الدينية اليهودية وهي كثيرة وعلى مستوى الحكومة في بعض جهاتها وهناك مؤسسات تهتم بهذا الموضوع وتتابعه السعودية هي الأخرى تهتم بهذا الموضوع اهتماما جادا وقد زاد اهتمامها وتأكد من بعد حادثة جهامان الاعتيابي وإنني خصصت ثلاثة حلقات من برنامج الخاتمة في مجموعة حلقات صولة القمر تحدثت في تلك الحلقات عن جهامان الاعتيابي يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على كثير من المعلومات التي لا تعرفونها لا مجال لإعادة الكلام في مثل هذه الحلقة الضيقة الوقت إذن هناك إيران وهناك إسرائيل وهناك السعودية وكل هذه الأسماء هي أجزاء من منطقة الظهور وهي أجزاء من منطقة الشرق الأوسط كما تسمى في أيامنا الدولة الرابعة إنها الولايات المتحدة الأمريكية رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رئيسها رئيسها الحالي بايدن قطعا ما يظهر إلى الإعلام لا يمثل إلا جزءا يسيرا مما يجري في الكواليس رجاء اعرضوا لنا الفيديو المتحدة المتحدة من المتحدة من المتحدة I knew about the details of Islam, I knew about it but I didn't know the difference that existed, I didn't know what the hidden imam was. I mean so, I went out and I hired a full professor, a professor of Islamic studies who came to work with me. He thought he was only staying a year. Every Wednesday he had lunch with me and he said, How much more do you need to know? But all kidding aside, I really mean it, I really mean it. It was a chance to seek out and build and celebrate a common community. إنه يتحدث عن الإمام المختفي لم يستعمل تعبير الإمام الغائب لأن الغائب قد لا يكون موجودا أما المختفي فإنه قطعا قطعا يكون موجودا لكنه اختفى لأمر من الأمور لعلة من العلل فولا يتحدث عن إمام غائب إنه يتحدث عن إمام مختفي وقد استعمل هذا التعبير بدقة واضحة رجاء أعيد بث الفيديو عندما أصبح أمور المقبلة إذا أردت إلى المنزل في المنزل سترى الكثير من التعبير وقفت بحراء المقبلة لذلك تتحدث عن إمام كيف حالي وقد أعرف حتى الفيديو كثير من الأمور كيف أدفع ألم كيف أدفع 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 لذلك أدفعه أدفع 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 احتفال في واشنطن في الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس إسرائيل إنه مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي نشاهد ونستمع اعطل ماتطعوا اعطل ماتطعوا تمر رائعون من اخليز اعطل ماتطعوا اعطل ممتل يمكن أن يكون هناك 80 أشخاص هناك. نعم. 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 thought that it's not a typical old joyful celebration an ambassador you're right but it is a celebration of sorts tonight we celebrate 75 years of thriving democracy of course 76 years of freedom embraced in a region where it has long been shunned 76 years of Jewish progress in spite of threats and opposition from those who would seek to return the Middle East to the Middle Ages But tonight we celebrate more than just 76 years of achievement. We celebrate the fulfillment of promises made millennia ago. Promises made to Abraham, Isaac and Jacob. Promises that survived Babylonian exile, Islamic caliphates and the Nazi Holocaust. After years of homelessness and persecution, in May 1948, a new nation was born based on the precepts of liberty and justice and peace taught by the Hebrew prophets. Through the hard work of men like Theodore Herzl, the Zionist dream has become a reality. And tonight, we gather as Christians and Jews and people of all faiths. We gather as those committed to belief that the Jewish people deserve to live safely in their ancestral and spiritual homeland. We gather, my friends, to celebrate the independence of Israel. As Americans, we're proud of the fact that it took our President Truman just 11 minutes, famously, to recognize Israel's independence on behalf of the American people. That's right. And since then, there have been countless achievements in our special relationship that merit our reflection. Among them, you know, recently, America led the world and moved our embassy to Jerusalem, where it always belonged. That's right. Of course, we all know the U.S. and Israel have partnered in military efforts and freely exchanged our goods and collaborated on our innovations. And through the historic Abraham Accords, our countries have made progress towards peace, such that from Darfur to Dubai, former enemies of Israel have now become friends. But we know that our ties run deeper than just treaties and trade agreements. My friends, we are bound by the same foundational beliefs. We're strung together by the same psalms. And we celebrate together the unique Judeo-Christian heritage of our own Republic, this grand experiment in self-governance. This one nation under God. Sadly, since the massacre of October 7th, we have seen an alarming increase in the dark forces of anti-Semitism and terror and oppression. Let me say this as clearly as we can. We will not and we cannot allow the darkness to prevail. We will not do it. Instead, what we are going to do is we are going to stand together for the light of God and for the goodness and mercy and virtue and human dignity that must remain as our fixed values and our only path towards human flourishing. And we will be reminded of the comforting words of Psalm 37 that reminds us that evildoers will soon wither away like grass and those who hope in the Lord will inherit the promised land. We don't go around the valley of the shadow of death. I'm always struck that the psalmist says, with God's help, we go through the valley of the shadow of death. We are fearless. And we have stood together and prevailed in other times of darkness. A couple of weeks ago, I had occasion to travel to Ground Zero to commemorate the tragic loss of life on September 11th, 2001 on our own shores. In those days, as terrorists tried to melt the steel of the American spirit, you know who was there standing with us? Israel was there. Following the attacks, Israel... That's right. Following those vicious attacks, Israel offered hundreds of urban search and rescue personnel to search for American bodies lost in the rubble and the ash. And the Israeli government provided intelligence to help us track down Osama Bin Laden. Israel endured its own surprise, of course, a surprise attack like the one we endured, of course, on October 7th. In an unspeakable horror that killed more Jews on any one day since the Holocaust. Those terrorists continue still to wage war and launch rockets against Israel as they seek to destroy the shared principles of our civilization. The truth is plain for all to see. They are supported by the regime in Iran, and they are platformed by the United Nations. And shamefully, they have even recruited apologists among some officials here in America. Some leaders who have previously been proud to stand with Israel, and even some who have made statements of solidarity following October 7th, have suddenly begun to backpedal on that support. On one day they tell us that we can give no safe harbor to hate, but on the next they demand that Israel must give safe harbor to Hamas. They tell us they support Israel, but they give cover to anti-Semitism. This is no time for equivocation. We have to speak with clarity and conviction and consistency unlike never before. We must proclaim never again, and at the same time we have to affirm that all hope is not lost, that darkness will not prevail. Today, as international bureaucrats have issued arrest warrants for Israel's leaders and likened Israel's just war to the barbarism of October 7th, Washington has been united, I am proud to tell you, in a bipartisan manner against this madness. And we will stand together. In 1975, when the United Nations declared Zionism to be a form of racism, Daniel Patrick Moynihan boldly declared his quote, he said, Before the world, the U.S. does not acknowledge and will not abide by and will never acquiesce to this infamous act. Unquote. We need that same resolve and moral clarity today. That's right. And so I say tonight, in response to those warrants from the ICC, let me just quote Daniel Patrick Moynihan, the U.S. will not acknowledge or abide by or acquiesce to this infamous act. We will not do it. I was elected Speaker of the House less than 20 days after the horrible attack, the massacre on October 7th. Congress had been shut down for three weeks and we were incapacitated as a body. The very first act that I brought to the floor as the Speaker of the House was the resolution to stand with Israel and condemn the attacks of October 7th. And then I'll tell you, I was very happy to stand alongside Leader Jeffries and Leader Schumer in our joint support in that march for Israel. And I know many of you were there. I was proud that just days after the watershed attacks by Iran on Israel, Congress was able to finally come together and deliver billions in the Israel Security Supplemental Assistance Act. We did that together. And we passed in the House the Anti-Semitism Awareness Act, which is still sitting in the Senate. And as some leaders have now sought to withhold vital weapons to Israel, the House on a bipartisan basis sent a clear message of solidarity to compel the delivery of defense weapons to Israel without delay as they fight for their very existence. And tonight I'm happy to announce something else to you, that we will soon be hosting Prime Minister Netanyahu at the Capitol for a joint session of Congress. Yes. This will be a timely and I think a very strong show of support to the Israeli government in their time of greatest need. You know, I went to Columbia University to face down that lawless mob and proclaim that the rights of Jewish students should survive and that the hatred and the intolerance and the anti-Semitism that was being allowed there should not. And I ask every leader to do the same. This rise of anti-Semitism on these college campuses has been detestable. And I have now empowered seven of our most important committees in the House of Representatives to investigate the universities that have allowed this madness to flourish on those campuses. That's right. You're probably aware that these universities get billions of taxpayer dollars on an annual basis. And I don't believe they deserve it if they can't stand for the basic fundamental freedoms of their students. You know, what we're also investigating is the student visa program. Let me just say this simply. Yeah. Yeah. Young man and young woman, if you're an aspiring terrorist who's coming here to study and prey upon your fellow Jewish students, you don't belong in the United States and you need to go home. I don't want to speak too long tonight. I just want to say this simply, that we have to make clear that in these trying times, as our enemies surround us and as terror threatens the Promised Land, Israel does not face its enemies alone. The Jewish people will never be alone. We will stand with them. I think it's really important that when Hamas and Iran attack 9 million Israelis, they are met with the strength of 340 million Americans right behind them. Our ties are too strong to be broken, too historic to be forgotten, and too precious to be disregarded. Our common cause of freedom and security and prosperity is a three-strand cord which no terrorist can snap. And with God's favor, our shared promises of liberty and shalom, first given to Abraham and echoed down through the generations to you and to me, will not go on for just 76 years, but for seven times 76 years, and then some. From the east to the west, our nations will proclaim the promise of freedom for the captives of tyranny, peace to the victims of terror and security in a land where liberty will never end. May God bless you. May God bless these hostages and their families. May God bless Israel. May God bless the United States of America. Thank you so much. May God bless you. May God bless the United States of the lung. Just rings. May God bless you. May God bless you. من أعضاء الكونغرس يشاركون في هذا الاحتفال الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن ومما قاله وهو يلفت النظر وسنتذكر الكلمات الملهمة في المزمور السابع والثلاثي التي تذكرنا بأن الأشرار سيذبلون قريبا مثل العشب والذين يضعون أملهم في الرب سيرثون الأرض الموعود الرجل متدين بدينه المسيحي وهو يتحدث عن كتاب العهد القديم الكتاب المقدس لدى اليهود وأشار إلى المزمور السابع والثلاثين إنها مزامير داوود وبحسب ثقافتنا إنه زبور داوود ما بقي من زبور داوود بأيد اليهود معروف بهذا العنوان مزامير داوود وكل سورة كل مقطع يقال له مزمور هذه مزامير داوود وهذا هو المزمور السابع والثلاثون الذي تحدث عنه مايك جونسون واقتطع قسما مما جاء فيه ماذا جاء في هذا المزمور لا تفر من الأشرار لا تفر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون اتكل على الرب وافعل الخير إلى أن يقول المزمور والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير الشرير هو إبليس بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون تطلع أي تحقق وانظر تطلع في مكانه فلا يكون أما الودعاء أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة هذا هو زبور داود في زماننا وهذه الترجمة هي الترجمة العربية المعتبرة دينيا عند اليهود وعند المسيحيين للكتاب المقدس عند الاثنين ماذا نقرأ في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض إلى أن يقول المزمور أما الودعاء فيرثون الأرض الودعاء هم الأخيار أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة ألا تلاحظون أن الذين يحكمون العالم ويحركون الأحداث في العالم يتحدثون بمنطق الدين بمنطق الدين فقبل قليل شاهدتم واستمعتم إلى رئيس الولايات المتحدة وهو يظهر شيئا مما يخفيه في الكواليس حيث يحدث الناس عن الإمام المختفي أنا لا أحدثكم عن خيالات أو منامات هذا وحش يجري على الأرض وهذا الرئيس الحالي لمجلس النواب الأمريكي إنهم يتحدثون بمنطق الدين بمنطق الدين هؤلاء هم الذين يحركون العالم ويرسمون الأحداث ومن هنا قلت لكم فإن دول العالم تهتم مهتماما كبيرا بموضوع إمام زماننا بينما نحن نحن الشيعة غافلون غافلون في جهالات وضلالات وقذارات تتقيأ بها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على رؤوس الشيعة هذا هو الواقع الذي يجري حولنا القائمة طويلة لكنني ذكرت لكم دولا من رأس القائمة إيران إسرائيل السعودية الولايات المتحدة الدول الأخرى لا تتحدث علنا ولا تتوفر الوثائق الحسية كالوثائق الأمريكية حتى أضعها بين أيديكم لكنها المعلومات الصحيحة والدقيقة والدقيقة جدا والقائمة تطول ونذهب إلى فاصل الغصن الثالث أحدثكم عن الضياع الذي يلف العالم هناك ضياع ضياع واضح على جميع المستويات ضياع في الأجواء الدينية في كل الأديان وضياع في الأجواء السياسية في كل دول العالم وضياع في الواقع المجتمعي إن العالم يعاني من ضياع اجتماعي واضح واضح خصوصا بعد انتشار الإنترنت وبعد تسلط الأجهزة الذكية الجديدة التي تسلطت على الناس الإنسان يشتري جهاز الموبايل بأمواله ويفترض أنه يملكه والمالك يكون متسلطا على ما يمتلك لكن الحقيقة فإن الجهاز هو الذي يتسلط على الإنسان هناك ضياع 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 في هذا العالم رسمة كاركتر تخبرنا عن ضياع واضح على المستوى السياسي في أقوى في أقوى دولة في العالم إنها الولايات المتحدة الأمريكية صحيح 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 إنها رسمة كاركتير لكنها تكشف من قريب من بعيد عن واقع الضياع في هذا العالم وهذه صورة من صور هذا الضياع تلاحظون أن الأمر صار بين اثنين بين رئيس وهو يلبس ملابس السجناء وهناك شرطي يراقبه وبين رئيس يجلس على كرسي مدولب وهناك ممرضة تراعي وضعه الصحي صورة قد تبعث البسمة على الشفاه لكنها تتحدث عن حقيقة ضياع بدأ يلف العالم بأجمعه هذا الضياع على جميع الاتجاهات أنقلكم إلى برنامج على قناة روتانا الخليجية حيث الحديث عن الضياع فيما بين المسلمين وفي الدولة الإسلامية السنية الأولى إنها السعودية رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول ما علينا غرة للسنة هذه لا أبدا الغرة لا تكون إلا إذا صمنا 28 يوما كما حصل في عام الفرمانية واركو وكيف صار اللي حصل أنه دخول شهر رمضان كان مواتيا دخول شهر رمضان ووقع كسوف للشمس في الأماكن الواقعة غربنا يعني غابت الشمس غاب القمر غاب الشمس لكن كان القمر على محاذاة واحدة ومن ثم كسف الشمس في المغرب العربي انكسفت الشمس على المغرب العربي الهلال كان مولود مبكرا ولهذا في اليوم التالي رؤية القمر واضحا في أول أيام شهر رمضان معناته هو ثنيم وهو واحد فقال العامه أنه عندنا متأخرين في دخول الشهر أصبح حديث المجالس أنه علينا غره كما حصل في هذه السنة وتبدر القمر باكرا والناس عندهم انطباع أن القمر لا يتبدر إلا في يوم 15 وهذه خاطئة يعني صار بدر يوم 14 أو 13 صار يوم 12 بدر لكن الناس يقولون أنه لا يتبدر إلا منتصف الشهر القمري يعني إذا كان الشهر القمري 29 يوما يتبدر يوم 14 وإذا كان 30 يوما يتبدر يوم 15 وهذه مغلوطة فالتبدر يتحكم فيه موقع القمر من الشمس فأحيانا يتبدر مبكرا وأحيانا يتبدر مؤخرا طيق قضينا من ذي جاء نهاية الشهر نهاية الشهر الناس عندهم لبس أن القمر أننا تأخرنا في إعلان الشهر فاليوم 28 طلعوا الناس يشوفون القمر طلع شاهد من منطقها قريبهم من حايل ما أريد أني لا ما فيه ما أريد أننا نحن في سعودية يعني كل ديارنا لا قيمتها بقعة فالشاهد هذا شهد برؤية القمر وشاهد آخر إلا أني لم أعثر على الشاهد الآخر لها الشاهد هذا في عام 1404 رحت لم أجلس معه نفس الشاهد أبو الشاهد ورسم لي القمر رسم لي الذي شاهده اللي شاهد 1404 اللي شاف العيد قبل الناس الوحيد نعم ذهبت إليه وطلع لي رؤيته للقمر بعد ما تقدم بيسن وظهرت الحسابات وإيقنت الحسابات رجعت القهقرة إلى تاريخ 1404 وش لقيت؟ فوجدته أنه شاهد كوكب الزهرة لأن كوكب الزهرة يكون لها أشكال كأشكال الهلال يعني هو الآن ما شاف القمر ولهذا أنه أنا ذكرت هذه الحاثة للمير فيصل بن بندر للطول بعمره وقال فيصل بن بندر دقيق قال لازم تثبت لي قلت أثبت لك قال متى تثبت لي قلت له منه اقتربت الزهرة من الشمس وكانت ساطعة سأدعوك قال مي خالف متى قلت بعد ستة أشهر بعد ستة أشهر اتصل عليه هو قال ها على موعدنا قلت على موعدنا وجاء وشاف الزهرة على شكل جيلان هذا البرنامج هو برنامج في الصميم وعلى قناة روتانا خليجية تقديم عبدالله المدافر والضيف هو الدكتور خالد ابن صالح الزعاق باحث فلكي سعودي وخبير بالأرصاد والأحوال الجوية نذهب إلى الفيديو الثاني وهو الأهم فيه الباحث عدنان قاضي عنده كتاب اسمه الأهلة نظرة شمولية ودراسة فلكية فيه نتيجة خطيرة قالها أنا بس أشاورك فيها وشوف انت وش رايك فيها يقول الدراسة طبعا عملها على رمضان وشوال ذو الحجة من الأعوام من 1380 إلى العام اللي انت تقوله 1430 1429 يعني تقريبا قعد 50 سنة الرجل في المملكة الدراسة يعني وكان من ضمن ما جاء في الدراسة أنه هلال شوال مثلا قد قبلت الشهادة برؤيته لـ 32 سنة سنة من السنوات المتضمنة للفترة مذكورة رغم أن الهلال كان خلال هذه السنوات الـ 32 تعدى يعني رؤية خاطئة لا يمكن أن نشوف 32 معقولها الكلام اللي يقوله تتفق معه قبل عدنان قاضي أنا عندي دراسة لقبل هذه السنة من عام 1370 إلى هذه السنة يعني 65 سنة أنت 65 سنة أنا دراستي 65 سنة 65 سنة 38 سنة قبلت الشهادة في مكان الاستحادة عدلي المعلومة 38 38 سنة أو 38 حالة لدخول رمضان و38 حالة لدخول شوال و37 حالة لدخول شهر ذا الحجة قبلت الشهادة والقمر غير موجودة البتة على الأفق طيب شو شايفين الناس ذلك؟ هذه صور ولقطات من الضياعة وهذا ضياع يلف الجميع يلف الواقع المسيحي ويلف الواقع اليهودي ويلف الواقع السني ويلف الواقع الشعي ضياع في ضياع في ضياع هذه هي حقيقة ما يجري في عالمنا اليوم وإلى الغصن الرابع من أغصان حديثنا في هذه الحلقة سؤال من بعض الفضلاء الأعزة تحدثت تحدثت في الحلقات الماضية عن ألوان الرايات أتحدث عن راية السفياني اليماني الخراساني إلى غير ذلك فذكرت أن راية السفياني حمراء سؤال من أن رواية في مختصر البصائر للحسن بن سليمان الحلي عن أمير المؤمنين تقول من أن راية السفياني خضراء هذا صحيح وأنا نقلت عن أمير المؤمنين أيضا من أن راية السفياني حمراء الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئتين إنه الحديث السابع والستون بعد المئة عن الأصبغي ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين شخصية معروفة يحدث يحدثنا عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئتين أمير المؤمنين وهو يتحدث عن وقائع آخر الزمان وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب وإثني عشر ألف عنان من خيل السفياني يتوجه إلى مكة والمدينة أميرها رجل من بني أمية إلى آخر ما جاء في الحديث الطويل المفصل وخروج السفياني براية حمراء أميرها أمير هذه الراية أميرها رجل من بني كلب وبن كلب في التاريخ هم أخوال يزيد ابن معاوية والسفياني من ولد يزيد الروايات هكذا حدثتنا من أن السفيانية من أنسال خالد ابن يزيد ابن معاوية وبن كلب هم مسيحيون وهم أخوال يزيد ابن معاوية أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل وإنما الحديث هنا يخبرنا عن أن السفيانية يخرج براية حمراء وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب يعني أن السفيانية يضع رايته هذه عند هذا الكلبي والمراد من ذلك أن رئيس وزرائه فإن الذي يحمل الراية في زماننا من بعد رئيس البلاد هو رئيس الوزراء رئيس الوزراء أو ما كان في هذه المنزلة الذي تأتي سلطته من بعد الرئيس الأول إذن هناك الرئيس السفياني وهناك رئيس الوزراء كلبي من بني كلب وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب هذا ما جاء في البحار نقلا عن الأصبغي ابن نباتة أما ما جاء في مختصر البصائر وهو للحسني ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري وهذا المختصر مختصر لبصائر الدرجات ل سعد الأشعري القمي هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة إنها خطبة أمير المؤمنين التي تعرف بخطبة المخزون والتي تبدأ في صفحة الثالثة والستين بعد الأربعمائة ترقم بالرقم الرابع عشر مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الخطبة طويلة نذهب إلى فاصل إذن عندنا روايتان رواية تقول من أن راية السفياني حمراء ورواية تقول من أن راية السفياني خضراء هناك احتمالا الاحتمال الأول أنه حدث تصحيف في أحد الروايتين فإما أن تكون راية السفياني خضراء وحدث تصحيف في الرواية التي قالت من أن رايته حمراء فتبدل اللفظ من خضراء إلى حمراء وإما أن تكون الرواية التي تعرضت للتصحيف هي التي قالت من أن رايته خضراء فتكون الرواية التي قالت من أن رايته حمراء هي التي لم تتعرض للتصحيف هذا الاحتمال وارد مع ورود هذا الاحتمال بالنسبة لي فإنني أقدم الرواية التي تقول من أن رايته حمراء لماذا؟ لأن اللون الأحمر هو شعار الأموي في الجاهلية وفي الإسلام إلى زمان الهدنة التي عقدت بين إمامنا الحسن صلوات الله عليه ومعاوية لعنة الله عليه إلى زمان الهدنة فإن معاوية غير الراية الأموية إلى اللون الأبيض فصارت رايتهم بيضاء لماذا؟ لأنه أراد أن يضحك على الناس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله رايته في أكثر الوقائع إذا كان هو موجودا فإن رايته هي الراية العقاب وهي راية سوداء ولكنه حين دخل مكة في فتح مكة رفع راية بيضاء فمعاوية أراد أن يقول من أنه بعد أن صار خليفة بعد الهدنة مع إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه من أنه هو وارث تلك الراية كي يزيل عنه وعن عائلته صفة الطلقاء إنها صفة مذمومة حينما قال لهم رسول الله اذهبوا فأنتم الطلقاء في فتح مكة أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الوقائع التاريخية فمعاوية غير الراية إلى اللون الأبيض وإلا فإن الأمويين معروفون بأن شعارهم هو اللون الأحمر أقرأ عليكم بعضا من الأحاديث هذا هو الجزء الحادي والعشرون من جامع أحاديث الشيعة والذي ألف بإشراف حسين البروجردي إنه المرجع المعروف في مدينة قم بإشراف طبعة انتشارات واصف لاهيجي قموا المقدسة في الصفحة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة إنه الباب الخامس عشر الحديث الثاني عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كره الحمر يتحدث عن اللون الأحمر في اللباس أنه كره الحمر يعني من اللباس وقال علي صلوات الله عليه الزعفران الزعفران لنا الزعفران هذا النبات المعروف وكانوا يتطيبون به ويلونون الثياب أيضا به الزعفران لنا والعصفر لبني أمي والعصفر نبات يصنعون منه صبغا أحمر وهو شديد الإحمرار الزعفران لنا والعصفر لبني أمي فهذا معروف عنهم الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يكره اللباس الصبيغة بالعصفر أي الذي يكون ملونا باللون الأحمر ويقول لا تلبسوا الحمر فإنها زي قارون وهي صبغ بني أمي إلى غير ذلك من الروايات والأحاديث اللون الأحمر هو لون بني أمي ورايتهم في الجاهلية وحتى في الإسلام هي الراية الحمراء ولكن معاوية غيرها بعد ذلك إلى اللون الأبيض لأمر في نفسه فحينما نأتي إلى روايتين تتحدثان عن السفياني ونحن نحتمل التصحيف في إحداهما فرواية تقول بأن الراية حمراء ورواية تقول بأن الراية خضراء هذا مع احتمال التصحيف وإلا فهناك احتمال آخر من أن هناك أكثر من راية وهذا شيء معروف في الأزمنة القديمة وفي الأزمنة المعاصرة الآن على سبيل المثال الدولة لها علم الولايات المتحدة الأمريكية لها راية لها علم العلم المعروف وزارة الدفاع البنتاجون لها رايتها القوات الجوية لها رايتها القوات البرية لها رايتها القوات البحرية لها رايتها وهذا كان موجودا في الأزمنة القديمة هناك الراية الكبيرة والتي ترفع عند خيمة القائد عند القائد مقدمة الجيش لها راية مؤخرة الجيش لها راية قلب الجيش هناك راية الميمنة لها راية الميسرة لها راية فحينما يحمل جنود الميمنة تبقى الراية علامة لهم حتى لا يتفرق ويختلط بجنود الميسرة فالميسرة لها راية الميمنة لها راية حينما تلتق الجموع وتصطدم الجيوش في حالة الحركة والهجوم أو في حالة الانسحاب فإن الراية هي التي تكون علامة لجنود الميمنة على حدة إنها راية الميمنة وهكذا الميسرة فهناك رايات هناك الراية الكبيرة للجيش وبعض القادة الذين يكونون متميزين من قادة الجيوش تكون لهم رايات خاصة بهم بحيث إذا دخل القائد إلى المعركة وترفع رايته هذا يعطي إعلاما للجيش بأن القائد قد دخل في المعركة وهذا يثير حماسهم ويعلمهم بأن الأمر صار في غاية الخطورة فهناك راية في زمان رسول الله حينما يرسل السرايا وحينما يرسل المقاتلين في أمر من الأمور في مهمة من المهمات فإنهم يحملون راية معينة كل مجموعة تحمل راية معينة الراية العاصل إنما تحمل حينما يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله معهم الإمام الحجة صلوات الله عليه عنده رايات في جيشه رايات عديدة فليس هناك من مانع أن تكون عند السفياني راية حمراء هي الراية الأصل هي الراية الأموية وأن تكون عنده راية خضراء هي رايته راية مقر القيادة لا يوجد إشكال في ذلك هذا على الاحتمال الثاني أما على الاحتمال الأول وهو احتمال التصحيف في إحدى هاتين الروايتين بالنسبة لي أنني أذهب مع الرواية التي تقول بأن راية السفياني حمراء لأنها راية الأمويين نذهب إلى فاصل الغصن الخامس من أغصان حديثنا في هذه الحلقة سؤال أيضا لكنه سؤال خطير إنني قد أجبت على هذا السؤال فيما تقدم من الحلقات بصيقة مناسبة وسأجيب على هذا السؤال لأن السؤال مباشر هنا السؤال هكذا يقول هل أن الحقيقة المحمدية هي الله وإذا لم تكن هي الله فهل هي التي خلقت الخلق كله وهل تعرف كنها الله إذا لم تكن هي الله فهل تعرف كنها الله سؤال خطير خطير جدا سأذهب بكم إلى سورة الرحمن وإلى الآية السادسة والعشرين بعد البسملة والتي بعدها كل من عليها فان كل من عليها من على صفحة الوجود وليس من على الأرض يمكن أن نقول كل من على الأرض فان ولكن هذا يمثل جزء من الحقيقة أما الحقيقة الكاملة فهي هذه كل من عليها من على صفحة الوجود إنه الوجود الذي أوجده الله أنا لا أتحدث عن الوجود بحسب ما يقول المتصوف حينما يتحدثون عن وحدة الوجود والموجود فيكون وجود الأشياء وجود الله ويكون وجود الله وجود الأشياء أنا لا أتحدث عن هذا الضلال أتحدث عن صفحة الوجود إنه الوجود الذي أوجده الله كل من عليها فان من على صفحة الوجود ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام هذا وصف للوجه وليس لربك ويبقى وجه وجه فاعل مرفوع وهو مضاف وربك مضاف إلي ذو من الأسماء الستة من الأسماء الخمسة على اختلاف الآراء فإنه يرفع بالواو فهنا ذو الجلال والإكرام صفة لوجه وليس لربك فوجه ربك هو ذو الجلال والإكرام بحسب التعبير القرآني الآيتان تتحدثان عن لحن واضح عن منطق واضح من أن القرآن هنا يتحدث عن غير الله فليس منطقيا فليس منطقيا أن الله يستثني نفسه من الفناء حيث يقايس نفسه بخلقه هذا الكلام لا يناسب مقام الله سبحانه وتعالى وإنما الحديث هنا عن الخلق الأول وعن الخلق الثاني كل من عليها فان هذا الخلق الثاني ويبقى وجه ربك هذا الخلق الأول ولا يوجد حديث عن الله هنا ما الذي أريد أن أقوله أريد أن أقوله من أن وجه الله غير الله غير الله هذا واضح في لحن القرآن وتعبيره الأدبي البلاغي الواضح كل من عليها فان كل من على صفحة الوجود من الخلق الثاني إن الله خلق المشيئة بنفسها هذه هي الحقيقة المحمدية هذا الخلق الأول ثم من بعد ذلك ثم خلق الأشياء بالمشيئة الأشياء هنا الخلق الثاني فالقرآن هنا يتحدث عن أن الخلق الثاني هو الذي سيفنى أما الخلق الأول فهو باق دقق النظر في الآيتين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه الله غير الله لن يكون مناسبا لقدس الله سبحانه وتعالى وجلاله أن يقايس نفسه بخلقه حيث يتحدث عن خلقه الفاني ويستثني نفسه من هذا الفناء هذا الكلام ليس منطقيا الحديث هنا عن خلق الله عن الخلقين عن الخلق الأول والخلق الثاني الفناء حكم على الخلق الثاني وأما الخلق الأول لأنه خلقه لأجله يا أحمد خلقتك لأجله والكلام هنا رمز وإشارة إلى الحقيقة المحمدية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه لا يفنى لماذا الوجه لا يفنى لأننا هكذا نقرأ في دعاء ليلة المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك فمن أين يأتيه الفناء الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا هو اسم الله وهذا هو وجه الله وهذا المضمون موجود في سورة الرحمن نفسها فهنا في الآيتين السادسة والعشرين والتي بعدها بعد البسملة الحديث عن وجه الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آخر آية من سورة الرحمن إنها الآية الثامنة والسبعون بعد البسملة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي هنا صفة لربك وهذا يعني أن وجه ربك بمنزلة ربك لا فرق بينك وبينها مثل ما قال إمام زماننا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك قارنوا بين الآيتين ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال صفة للوجه وليس لربك هنا بينما في آخر آية من سورة الرحمن تبارك اسم ربك اسم فاعل والفاعل مرفوع وهو مضاف إلى ربك وربك مضاف إليه مجرور فجاءت الصفة مجرورة لأن الصفة تتبع الموصوف تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ففي الآية السابعة والعشرين جاء الوصف نفسه للوجه وفي الآية الثامنة والسبعين جاء الوصف نفسه لصاحب الوجه للرب فلا يمكن أن يفنى الوجه وهذا هو الذي تخبرنا عنه سورة القصص في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء من المخلوقات الله سبحانه وتعالى ليس داخلا في هذا التعبير كل شيء هالك من المخلوقات من الخلق الثاني إلا وجهه إنه الخلق الأول ومثل ما قلت لكم قبل قليل ليس منطقيا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن فناء مخلوقاته ويستثني نفسه من ذلك لأنه يقيس نفسه بمخلوقاته هذا الكلام ليس منطقيا ولا يناسب مقام الله كل شيء هالك إلا وجهه الحديث هنا عن الخلق عموما هناك خلق يثنى إنه الخلق الثاني وهناك خلق يبقى إنه الخلق الأول الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله إن الله واسع عليم دقق النظر في كلمات هذه الآية إنها واضحة فإن وجه الله غير الله ولله ولله المشرق والمغرب هذه هذه حقيقة فأينما تول فثم وجه الله إن الله واسع عليم الآيات كلها تأتي بلحن واحد هناك الله وهناك وجه الله ووجه الله خلق من خلق الله لكن وجه الله الخلق الأول وهذا الخلق لا يتطرق إليه الهلاك ولا يتسلط عليه الفناء وإنما الهلاك والفناء للخلق الثاني حينما نقرأ في الكهف الشريف هذا هو الجزء الأول الكافي للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهو من رجال الغيبة الأولى وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنه الجزء الأول من الكافي في صفحة الحادية والثلاثين بعد المئة الباب الذي عنوانه باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن عمر بن أذين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذه حقيقة حقيقة واضحة وهذا هو الفارق بين الخلق الأول والخلق الثاني خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة ماذا نقرأ في المصدر نفسه في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة باب حدوث الأسماء هذا الحديث شرحته في برامج السابقة بسند الكليني عن إبراهيم بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت لا يوجد لفظ يطلق عليه فهل تتوقعون أن لفظ يطلق على الذات الأولى ما عندنا من الفاظ إنها إشارات اعتبارية بحسبنا فإن الله أجل من أن تطلق عليه الألفاظ وإنه أعظم من أن تسمى له الأسماء بهذه اللغة القاصرة أي لفظ يستطيع أن يحيط بالله وهو الذي يحيط بكل الأشياء أي لفظ هذه الألفاظ التي يقال لها الأسماء الحسنى إشارات ورموز اعتبارية لنقص عقولنا وإلا فإن الله أهجل من أن يشار إليه بالألفاظ أو بالأصوات إلا أن هذا هو الذي نستطيعه فإذا كان اسمه ليس متصوة بالحروف فكيفه سبحانه وتعالى إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوة هذه هي الحقيقة المحمدية وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود إذا كان اسمه هكذا فكيفه محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء الرواية طويلة وخطيرة جدا مشحونة بالأسرار فأنا لست بصدد الحديث عن تفاصيلها شرحتها شرحتها مرارا وكرارا في برامج السابقة إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت هذه هي الحقيقة المحمدية هذا هو الخلق الأول ولذلك لا يفنى هذه صفات كائن لا يفنى لا توجد ألفاظ تشير إليها ما عندنا من الألفاظ في القرآن وغير القرآن بحسبنا بحسبنا ولذا دائما أقول لكم من أن الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل بحسبنا لا بحسبهم القول البليغ الكامل بحسبهم نحن لا نستطيع أن نتوهمه ولا نستطيع أن نتخيله مثل ما يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله والله ما كلمتنا سقاط إلا على قدر عقوله لم يكلمهم بحدود عقله لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون عملية اعتبارية عقلائية لعلنا نعقل نحن هكذا نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا هذه البنية اللفظية بنية اعتبارية عقلائية لعلنا نعقل وإلا فإن الحقيقة شيء آخر وإنه وهذا الذي جعل بهذا اللباس اللفظي العربي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي وهذه الآية في علي أمير المؤمنين في الزيارات في الأدعية في الروايات من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة تحدثت عنها مرارا وكرارا في البرامج السابقة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه بنية لفظية اعتبارية عقلائية لعلنا نعقل وإلا فإن الحقيقة شيء آخر تدبروا في الآيات إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه حقيقته وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بعيد عن أذهانكم بعيد عن أذهانكم هذا هذا هو البعيد عن أذهاننا إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد لا نستطيع أن نتخيله وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف هذه هي الحقيقة المحمدية التي لا نملك ألفاظ ولا صور ولا خيال حقيقيا بقصوصها ما عندنا أمر اعتباري عقلائي بحدودنا اسم الله الأعظم هو هذا الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لن يخرج إلينا لن يخرج إلينا فكيف نستطيع أن نصوره بصورين أو نتخيله بخيالين أو نطلق عليه ألفاظا اللغة قاصرة لكن لكن الذي عندنا هو هذا بما يناسب شأننا إنا جعلناه قرآنا عربيا بحسبنا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون ولعل جاءت على السبيل التوقع ربما لا نعقل مع أنه قد صيغ إلينا بصيغة لفظية اعتبارية عقلائية وربما لا نعقل وهذا هو واقع الأمة الأمة لا تعقل قرآن محمد وآل محمد وحينما قالوا لهم إن طريقة تعقلكم للقرآن مواثيق بيعة الغدير رفسوها بأرجل رفسوها أتحدث عن سقيفة بني طوس رفسوها بأرجل فكيف يتعقلون القرآن ماذا نقرأ في دعاء الجوشن الصغير إنه الدعاء المروي عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في آخر الدعاء هناك دعاء سجود دققوا النظر معي في كلمات هذا الدعاء في السجود بعد قراءة دعاء الجوشن الصغير الذي سجد stuff ونحن لوجهك العزيز الجليل لوجهك سجد وجهي لوجهك سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير ستأتي انتقالة سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمي هناك وجه وهناك الله دقق النظر في كلمات الأدعية الشريفة سجد وجهي سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمي فهناك وجه الله وهناك الله الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك الحقيقة المحمدية غير الله غير الله هذا السؤال سؤال سخيف مع احترامي للذين يسألون هذا سؤال سخيف الذين يعرفون قدر الله لا يسألون هذا السؤال هذا سؤال سخيف أي سؤال هذا هل أن الحقيقة المحمدية هي الله هذا سؤال سخيف هذا السؤال يكشف عن جهل بمعرفة الله يكشف عن جهل بثقافة القرآن المفسر بتفسيرهم وثقافة العترة التي تعتمد قواعد تفهيمهم صلوات الله عليه الحقيقة المحمدية حقيقة باقية لا تفنى لكنها مخلوقة وأما السؤال هل أن الحقيقة المحمدية تعرف كنها الله هذا السؤال ليس سؤالا سديدا ليس سؤالا سديدا هذا سؤال الجهال هذا سؤال الجهال هذا ليس سؤالا سديدا نحن حينما نقرأ في القرآن وحينما نتحدث بحديثهم من أن الله يعرف من أن الله يعلم هذا الكلام بحسبنا جزء من البنية اللفظية الاعتبارية العقلائية لأننا حين نتحدث عن معرفة وعن علم مهما وضعنا منزلة عالية لمعرفة الله وعلمه أو لمعرفة الحقيقة المحمدية وعلمها فإن ذلك لا يتجاوز حدود تصورنا وحينئذ فإننا ننسب النقص لله وننسب النقص للحقيقة المحمدية الكلام لا يكون هكذا الله تجلى فيه الله تجلى في الحقيقة المحمدية التجلي شأن أعظم من المعرفة والعلم قد يقول قائل هل هي إحاطة قطعا لا لا يمكن للحقيقة المحمدية أن تحيط بالله لكن الكلام هل أنها عرفت كنها الله هذا الكلام ليس سديدا الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن ني مضطر لاستعمالها المرآة لنفترض أن المرآة تملك وعيا وعي المرآة بالأشياء من حولها بالجدار الذي توضع عليه المرآة بالأشياء التي من حولها التي لا تظهر في المرآة وعي المرآة بالأشياء من حولها يختلف قطعا عن وعيها بصورة التي تظهر فيها فارق بين وعي المرآة بالأشياء من حولها وهي لا تظهر فيها وبين صورة الأشياء التي تظهر فيها المرآة هنا لا تحيط بالأشياء ولكن الأشياء تجلت فيها وهذا التجلي في المرآة هو غير معرفة المرآة بالأشياء التي من حولها والأمثلة هذه سقيمة 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 إلى أبعد الحدود ولكن ماذا نفعل هذا هو الذي نستطيعه أن نتحدث بلغة قاصرة وبألفاظ محدودة وأن نستجلب أمثلة حسية هي الأخرى أكثر قصورا من اللغة المتحدث قاصر واللغة قاصرة والأمثلة أكثر قصورا والذي يتابعني قاصر مثلي فكيف أحدثه عن الله وكيف أخبره عن الحقيقة المحمدية عن وجه الله الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره فمن أين آتيك بمعرفة ومن أين آتيك بعلم لكن أعلم من أن الحقيقة المحمدية استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره هو يحيط بها هي لا تحيط به هل أن الحقيقة المحمدية خلقت الخلائق الكلام نعم ولكن بأي تصور بأي تصور هل بهذا التصور اليهودي الذي يتحدث عنه القرآن في سورة المائدة في الآية الرابعة والستين بعد البسملة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه غلت أيديه الذي يقول من أن الحقيقة المحمدية بمعزل عن الله وهي لا يمكن أن تكون بمعزل عن الله خلقت الخلق الآية تقول له غلت يديك لأنك تقول بأن يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم سأضرب لكم مثالا والأمثلة قاصرة أنا قاصر في هذا الأمر وفهمي قاصر وعقلي قاصر ولغتي قاصرة واللغة أساسا بغض النظر عن لغتي أنا اللغة قاصرة والأمثلة قاصرة فماذا نصنع إننا نحاول بقدر ما نستطيع وهكذا نزل القرآن بهذا القانون إنه جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا لعلكم وإنه في أم الكتاب هو شيء آخر سأضرب لكم مثالا الإنسان خذ نفسك أنت هأني هأني أمامكم هأني أمامكم يدي تريد أن ترفع هذا وأن تضع هذا تريد أن تقلب أوراق هذا الكتاب كيف فعلت هذا هناك الروح 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 هي مصدر الطاقة ومصدر الحياة بالنسبة لنا روحي هي مصدر طاقة ومصدر إدراكي ووعي الروح الروح لا يمكن أن تكون مفصولة عن حركة يدي الطاقة التي حركت يدي هي من روحي الطاقة التي حركت يدي هي من روحي القرار الذي اتخذته أنا لتحريك يدي جاء من روحي إذن هناك الروح 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 مصدر الطاقة مصدر الحياة ومصدر القرارات في الروح نقطة يقال لها العقل عقل الإنسان في روحه وليس في جسده ولكن جسد العقل في رأسه في دماغه مثلما قلب الإنسان في روحه لكن جسد القلب الروحي في هذا القلب الذي نحمله في القفص الصدري فالروح في نقطة عقلها اتخذت قراراً اتخذت قراراً بتحريك اليد وأن تفعل اليد كذا وكذا فاتخذ العقل في الروح القرار وانتقل إلى الدماغ وإلى الجهاز العصبي ومن الدماغ والجهاز العصبي انتقل انتقل القرار وانتقل وانتقلت الطاقة عبر كل هذا التكوين إلى يدي الروح مثال لله سبحانه وتعالى والدماغ والجهاز العصبي مثال للحقيقة المحمدية ويدي وما صدر عنها مثال للخلق الثاني فلا يوجد تفكيك لا يوجد تفكيك وإنما هي مقامات مقامات وإنما هي مقامات لا يوجد تفكيك لا يوجد تفكيك دائماً أضرب لكم مثالاً بالبث المباشر هناك الاستوديو وما يجري فيه هذا هو الأصل وهناك الأمواج في الجو وأجهزة الإرسال وأجهزة الاستلام هذا هو الوسيط وهناك الصورة التي تظهر في جهاز التلفزيون في غرفتك في بيتك الاستوديو مثال لله سبحانه وتعالى الأمواج وأجهزة الإرسال وأجهزة الاستلام مثال للحقيقة المحمدية وما يظهر في جهاز التلفزيون هو مثال لما صدر عن الحقيقة المحمدية وأعلى ما صدر عن الحقيقة المحمدية نبينا نبينا وأميرنا وسيدتنا سيدتنا الزهراء والأئمة من ولدها من المشتبى إلى القائم من هنا فإن في ثقافة العترة الطاهرة هذا اللفظ الله يطلق على الذات الأولى بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها الله الله الذي يطلق على الذات الأولى هو غير الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية ويطلق على الإمام المعصوم الله الذي يطلق على الإمام المعصوم هو غير الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية وهو غير الله الذي يطلق على الذات الأولى إنها عملية اشتراك اللفظي في هذا الأمر تاه الغلاة وحار وفي هذا الأمر فر المقصرون والبتريون فروا من هذه الحقائق لأنهم لم يدرك حقائق التوحيد في دين العترة الطاهرة خلاصة الكلام الحقيقة المحمدية ما هي الله هي وجه الله هي خلق من خلقه الحقيقة المحمدية الخلق الأول الحقيقة المحمدية تحيط بالله مستحيل هذا كيف يحيط المخلوق بالخالق هل تعرف كنها الله هذا الكلام ليس سديدا لأن الله تجلى فيها وهي وجه الله وأمرنا أن نتوجه إليها إذا أردنا أن نتوجه إليه فإننا نتوجه إليها أكنا راغبين أم لم نكن هذه قضية تكوينية هل يستطيع الإنسان أن يقول من أنني لا أريد نهارا يأتي بسبب الشمس أريد نهارا يأتيني بسبب آخر كيف يفعل هذا إذا جاء النهار برغم أنفه إنه نهار بسبب الشمس فليفعل ما يريد أن يفعل الكائنات شاءت أم أبت رفضت قبلت هي متوجهة إلى وجه الله الذي هو الحقيقة المحمدية وهذا هو معنى السجود لأبينا آدم إنها عملية رمزية فإن الله أراد أن تكون علاقة مخلوقاته به بهذه الطريقة الله أراد ذلك الله جعل الحقيقة المحمدية وجهه فيما بينه وبين مخلوقاته وهذا الوجه تجلى بين أظهرنا نحن الآدميون نحن الترابيون نحن الأرضيون تجلى هذا الوجه فيما بيننا بمحمد وآل محمد ومن هنا نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء أين باب الله الذي منه يؤتى هو هذا فالحجة ابن الحسن هو وجه الحقيقة المحمدية ونحن لا نملك طريقا إليها إلى الحقيقة المحمدية إلا عبر وجهها إلا عبر الحجة ابن الحسن والحقيقة المحمدية هي وجه الله هي وجه الله صلوات على بقية الله أية كلمة هذه يا قائم آل محمد أية كلمة هذه في دعاء شهر الرجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك مهما تحدثنا ومهما تكلمنا ومهما دبجنا من الخطب وسطرنا من الكلام مهما كنا من البلغاء والفصحاء والأدباء والخطباء فإن كل جهودنا وكل إبداعاتنا تذهب السدن وحقك يا بقية الله حين نوجه أنظارنا إلى هذه الكلمات القصيرة التي وردتنا ووردتنا بلسان المدارات وحقك يا بقية الله إني عالم إنها وردت بلسان المدارات مثل ما نزل قرآنكم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنك تخاطبنا باللسان نفسه يا بقية الله لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات صلوات دائمة عليك ماذا نقرأ في سورة البقرة أعطيكم مثالا لآية تطلق لفظ الله على الإمام المعصوم وهذا ما هو من عندي بحسب تفسيرهم لقرآنهم إذ ربما يسأل سائل ويريد مثالا إنها الآية العاشرة بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإن الله لا يأتي إن الله لا يأتي الذي يأتي هو الإمام المعصوم هذا الكلام لا ينطبق حتى على الحقيقة المحمدية لأن الحقيقة المحمدية لا تأتي إنها استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا لا ينطبق حتى على الحقيقة المحمدية لأنها لا تأتي لا تأتي الذي يأتي هو إنه وجه الله الذي بين أظهرنا إنه قائم آل محمد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم الأمر كله راجع إليهم صلوات الله عليه هذه نفحة من نفحات توحيد العترة الطاهرة تريدون العقيدة السليمة تريدون أن تعرفوا التوحيد السليم عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة هناك تجدون العقيدة النقية الصافية السليمة وقت الحلقة صار طويلاً وأعتذر أعتذر عن طول الحلقة لكن الموضوع مهم جداً نلتقي غداً في جزء جديد من أجزاء هذه الخاتمة على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن وحقك يا حسين زهرائيون نحن يا أبا عبد الله زهرائيون نحن يمانيون نحن قميون نحن يا أبا عبد الله والهوى 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 زهرائه أسألكم دعا جميعاً في أمان الله